ما هو القسم الأول قلنا؟ مقدمة 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 الكتاب هذه فيها أبو عب خمسة كتبتن الأول 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 أن التوحيد هو أوجب الواجبات و أول الواجبات الأول هو التوحيد لو اس في يوم الأول يظل التوحيد لا ين توجد الكثيرة ثانيا هو تقصص الدوحيد ثانيا كيف يضع كل شيء لا ينبغ يسبب نفس things كل شيء تقصة نعم. ولابد أن المحقق للتوحيد يخاف من الشرك. هذا الخوف من الشرك هو الرابع. عندما يخاف من الشرك ويدعو إلى التوحيد. إذن خامسة دعاء على أشهادة أن لا إله إلا الله. إذن خامسة دعاء على أشهادة أن تقوم بالتوحيد. نعم. إذن أولا وجوب التوحيد. ثم فضل التوحيد حتى تشتاق. عرفتنا التوحيد أو جبل واجبات أو أول واجبات وعرفت فضل التوحيد لابد تحقق التوحيد. إذن خامسة دعاء على أشهادة أن تقوم بالتوحيد. ولابد أن تخاف من الشرك. إذن خامسة دعاء على أشهادة أن تقوم بالتوحيد. هذه خامسة دعاء على أشهادة. أول قسم. نعم. 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 شكرا لكم. نعم.